السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرتنا هي المحاضرة السابعة لمختبر أساسيات البرمجة مرحلة الأولى الدراسة المسائية لضمن الكورس الثاني بهذه المحاضرة نحن نتعرف على كيفية قراءة وطباعة مصفوفة ثنائية البعد نتعرف على كيفية قراءة وطباعة مصفوفة ثنائية البعد دائما الحجم يكون عدد الصفوف ثم عدد العمدة يعني هنا يقصد ثلاثة في أربعة يعني ثلاثة صفوف وأربعة عمدة ثلاثة صفوف وأربعة عمدة راح نيجي يشوف على البورد نشرح لكم بالتفصيل شون نمثل المصفوفة ثنائية البعد والإندكس مالته شون راح يتم عملية القراءة وطباعة احضرت لكم المصفوفة هذه اللي هي ثلاثة في أربعة إذن الآخرين عندي ثلاثة في أربعة يعني شريمي ثلاثة في أربعة عدد الصفوف وأربعة عدد الأعمدة وما ذل ما تشوفون هنا ثلاثة عدد الصفوف وأربعة عدد الأعمدة هذا اللي باللون الأحمر يمثل الاندكس بالنسبة للمصوف والثنائية البعد إذا تتذكرون بمصوفة لحادية البعد قلت كل مصوفة آمين أي موقع داخل المصوفة ما أكثر أوصل إلا عن طريق اسم المصوفة والاندكس هذا يمثل العنوان مثل ما أريد أوصل العنوان أي بيت أحتاج نقاط دالة حتى أوصل أو عنوان أي مكان معين بالضبط المصوفة حتى أوصل أي أنصر داخل المصوفة أحتاج اسم المصوفة والاندكس اللي يوصني من الموقع الأريد داخل المصوفة هذا الكلام ينطبق على المصوفة الثنائية البعد إذا أحتاج اسم المصوفة وليكن المصوفة اسمها أي هذا الاسم ومشكلة أنتم أي مصوفة بكسكيفكم سميناها إحنا أي مصوفة وهذا اللي باللون الأحمر هو الاندكس اللي باللون الأحمر بمثل الاندكس مثل ما المصوفة الأحادية البعد بدل الاندكس من الصفر كذلك الصفوف والأعمدة الترقيم والتهم راح يبدأ من الصفر ويعني يصعد الترقيم بشكل قصائجي يعني 0 1 2 هاي بالنسبة لأرقام الصفوف نيجي على أرقام الأعمدة 0 1 2 3 أيضا بدأ من الصفر وهي تصاعد بشكل قصائجي إذن 3 صفوف عندي بدأت من الصفر إلى الاثنين 4 أعمدة من الصفر إلى الاثنين تمثلي 4 أعمدة كل موقع ناتج من تقاطع الصف مع العمود يعني هذا الموقع صفر من رقم الصف صفر رقم العمود هذا الموقع صفر من رقم الصف وواحد رقم العمود هذا الموقع الاندكس والتي صفر لأنه بالصف رقم صفر واثنين من العمود نفس الشي هذا الموقع رقم الصف إلى الصفر والعمود 3 إذن صف عمود طلاب الاندكس يتمثل بصف عمود أي موقع حسنا تشوفوا هذا مثلا ثانية ثلاثة يعني بالصف الثاني العمود الثالث بالفعل إذن أي نقطة في two dimension نادجة من تقاطع الصف مع العمود أي اندكس في two dimension يتمثل بـ row colon صف رقم الصف ورقم العمود هاي الأساسيات وأنا أنصحكم إذا تريدون تحلون سؤال للtwo dimension سوى هذا التخطيط البسيط بحجم المصفوفة المطلوبة بالسؤال راح تسهل لكم هواي من العمليات تصير أوضح بالنسبة لكم إذن إشنون راح أجي أحجز مصفوفة بالذاكرة two dimension إحنا بالمصفوفة الأحادية البعد كنا نكتب كورنست انتجر السايز يساوي عشرة مثلا أو يساوي ستة على حجم المصفوفة اللي أريد أحجزها زين أنا هنا إذا أريد أحجز راح أيضا أكتب كورنست كورنست أيضا انتجر أكيد لأنه حجم المصفوفة عدد صحيح ما يصير عندي صفين ونص أو أربع أعمدة وربع مستحيل فأيضا كورنست انتجر شو راح أسمي إحنا راح نطي تسمية هنا هذه اللي تكون S1 وهذه اللي تكون S2 يعني شنو S1 و S2 S1 عدد الصفوف و S2 عدد الأعمدة أوكي طلاب إلا نكون إنتجر S1 يساوي 3 فارزة هنا فارزة حطيت للتعداد يعني مون فارزة موقوطة ما خلصت الجملة S2 يساوي أربعة فارزة موقوطة الله خلصت الجملة شنو هنا؟ هنا حجزة متغيرات الثنين بالذاكرة واحد انطيت S1 data value data type إلى انتجر وخليت خزانة B رقم الثالثة والS2 متغير بالذاكرة data type إلى انتجر خزانة B الرقم 4 اللي هي عدد الصفوف و عدد الحمدة هاي لحد الآن ترى أنا مصرحت عن وجود مصفوفة السطر الجاي هو اللي راح أعلم بي declaration تعريف المصفوفة المصفوفة و حادية البعد كنا نكتب انتجر و مصفوفة و حادية البعد طبق تشبهها لكن نخلي فارزة فرح نكتب انتجر مصفوفة ثنائية البعد هاي الأحادية كانت بس بس نضيفها دي كانت الأحادية بس نضيف فارزة هنا معناته هي ثنائية البعد فارزة اعتياد يا طلاب ال-A هاي أعدل لكم ياها حتى الصرواحة أكثر هنا هاي فارزة اعتياد يا طلاب اوكي اسمها ال-A اسمها المصفوفة A مثل ما قلت لكم تسميناها A تساوي لي new new انتجار شلو انتجار؟ يعني البيانات اللي راح تنخزن بها data type اللي هي انتجار new انتجار احنا كنا نكتب بحجم size من one dimension هسه ننطيب عدد الصفوف وعدد الأعمدة معناته راح نكتب S1 فارزة S2 وطلاب بهالطريقة هاي بس هذا السطر هذا السطر هو اللي عرفلي بالذاكرة وجول مصفوفة ثنائية البعد حجمها ثلاثة في أربعة يعني تحتوي على ثلاث صفوف أربعة أعمدة هاي هنا خلص تعريف مصفوفة الظنائية البعد حتى أقرأ هذه المصفوفة حتى أقرأ هذه المصفوفة خلي نكتب اللي تيكست مع القراءة راح نحتاج اثنين فور فور انتجار ليش انتجار طلاب الآي يساوي صفر ليش انتجار لأنه دائماً ليش صفر عن فن لأنه مصفوفة الانتكس يبدي من الصفر فور انتجار الآي يساوي صفر الآي أصغر من S1 طلاب فور انتجار الجاي يساوي صفر والجاي أصغر من S2 فارزة منقوضة الجاي بلاس بلاس الآي للموقع ij يساوي ب انتجار سبعاش او اثنين وثلاثين مشكلة دوت البارس وتزعفون بتكملتها هي مجرد عملية قراءة لكونصل دوت الريدلاين هذا كود القراءة طلاب هذا كود القراءة رح نجي هنا الآي هو الاندكس للصفوف طلاب فالآي يكون أصغر من الاتلاثة إذن الآي هو للصفوف والجاي رح يكون للاعمدة الآي للصفوف والجاي رح يكون للاعمدة فالآي بدأ من الصفر يكون أصغر من الأسوان ومقدار زيادة في كل مرة واحد لان هو تصاعدي مقدار يعني في كل مرة يزداد واحد صفر واحد اثنين وهكذا نفس الشيء الجاي بدأ من الصفر أصغر من الأستو أصغر من الأربعة والجاي بلاس بلاس نرجع ونقول ليش استخدمنا أسوان وأستو الآن إذا أريد أسوية خمسة في خمسة فقط أغير هذه الأسوان والأستو أكتب هنا خمسة وهنا خمسة أو الثنين في خمسة أكتب هنا ثنين وهنا خمسة كل المصفوف رح ينعكس عليها تتغير على الصفوف عدل عمدة ما أحتاج أغير وغير مكان يعني يصير السؤال أكثر شمولية عام للمصفوفة 2-dimation هنا عمليات القراءة رح نيجي هسه همشي تنتبهون على trace همشي هدف منها كتبت الكود حتى تنتبهون على trace حسه رح نبدي الآي ننطق قيمة صفر لأن هو بدأ الآي يساوي صفر والجي هل الصفر أصغر من الثلاثة؟ نعم رح يبدي الجي شي ياخد قيمة؟ أيضا ياخد صفر هل الصفر أصغر من الأستو الأربعة؟ رح يبدي شي يبدي؟ يقرأ الآي للموقع آي جي الآي للموقع آي جي شنو بالآي وبجي؟ رح يقرأ أي للموقع صفر صفر هذا أول موقع رح يقرأ خلي نخلي في فت قيمة معينة مثلا قرينا قيمة السبعة مثلا طينا أول موقع مثلا يرجع شي سوي يسيد الجي انتبه طلاب هذا two loops هاي سموه outer loop هاي الحلقة الخارجية وهاي inner هاي الداخلية لازم الداخلية تخلص كل الأدات مالتها إلى أن يصير false ينتقل يزيد مرة للحلقة الخارجية هسا نجي نشوف شلون هسا جي قراها الموقع أي الموقع صفر صفر شياح يسوي رح يروح يزيد الجي ما يزيد الآي إلى أن يصير الجي false يعني زيد الجي شكرا صارت الجي واحد هل الواحد أصغر من الأس two أصغر من الأربعة true ما طول true رح يقرأ شيقرأ الآي للموقع صفر واحد صفر واحد اللي هو هذا العنصر اللي أكون نخزن بي مثلا تلعثة قرأي أنا مثلا مثلا تلعثة أوكي قرأ ش رح يسوي يرجع زيد الجي شكرا صارت الجي اثنين هل الاثنين أصغر من الأس two اللي هي أربعة true ما طول true يكمل قراءة شيقرأ الآي للموقع صفر اثنين صفر اثنين مثلا قرأ بي رقم واحد كمال القراءة يرجع على العداد يزيده شكرا صار ثلاثة يشيك الشرط هل ثلاثة أصغر من الأس two اللي هي أربعة نعم ثلاثة أصغر من الأربعة true فيقرأ الآي للموقع صفر ثلاثة الآي للموقع صفر ثلاثة مثلا نخزن بي اثنين صفر ثلاثة يرجع يزيد العداد شكرا صار العداد أربعة يتشيك لازم يتشيك هل الأربعة أصغر من الأربعة false لذلك ما يصرت خليون أصغر أو يساوي false الأربعة ليست أصغر من الأربعة إذن هنا صار عنده false ما طول false ما رح يقدر يكمل هذا اللوب يتوقف وين يروح يروح يتشيك اللوب الخارجي هل اللوب الخارجي خلص لوب أحد بي هل سوى الآي شكرا صفر يجي زيد الآي شكرا صارت الآي صارت واحد هل الواحد أصغر من الأسوان اليو ثلاثة نعم true ما طول true رح يرجع من جدة وجديد على هذه اللوب الداخلية ولكن بعدات جديد يعني شنو يعني جاي يرجع يصير صفر atteration جديد هذا الatteration خلص إذن شراح يقرأ جاي يساوي صفر هل الجاي أصغر من الأسوان نعم الجاي أصغر من الأربعة يبدي ما طول true يبدي يقرأ شي يقرأ إذن موقع واحد صفر واحد صفر هذا الموقع واحد صفر مثلا قرأ رقم خمسة يعني نطيناها قيمة خمسة هاي القيم البل الأسود القيم اللي رح نقراها والبل أحمر الاندكس يرجع إذن يدي الجاي شكرا صارت الجاي واحد هل الواحد أصغر من الأسوان نعم true فيقرأ إذن موقع واحد واحد مثلا يقرأ أربعة يرجع إذن يدي الجاي صار جقاد اثنين هل الواحد أصغر من الأسوان اللي هي أربعة true مع طول true يقرأ الإذن الموقع واحد اثنين نخلي بيفا القيمة مثلا ثلاثة أوكي يرجع وراء القراءة إذن يدي الجاي إذن قصارت الجاي ثلاثة هل ثلاثة أصغر من الأسوان أصغر من الأربعة نعم الثلاثة أصغر من الأربعة فيقرأ لأي الموقع واحد ثلاثة مثلاً عشرة صار بي يرجع زيد الجي اش كالصارت الجي أربعة هل الأربعة هل الأربعة أصغر من الأربعة فلس ما طول فلس توقف هذا اللوم يرجع جي كله بخارجي زيد الآي اش كالصارت الآي اثنين ما صارت هل الثنين أصغر من الثلاثة ترو ما طول ترو رح يدخل علي هذا اللوم مرة جديدة معناته يبدل اللوم جديد تقييمة جديدة للجي تبدل من الصفر من جدة وجديد ش رح يقرأ هل الصفر أصغر من الأسجو نعم يقرأ الأي الموقع اثنين صفر اثنين صفر هذا الموقع مثلاً قرأ بي رقم تسلح متعقيمة تسلح فعيداته يرجع زيد الجي اش كالصارت الجي واحد هل الواحد شيك لازم يشيك قبل ما يدخل داخل له هل الواحد أصغر من الثلاثة ما طول ترو رح يقرأ الموقع الثنين واحد هذا الموقع الثنين واحد مثلاً يقرأ رقم سبعة أيضاً ينطقين بي سبعة يرجع زيد الجي صارت اثنين هل الاثنين أصغر من الثلاثة سبعة نعم أصغر من الثلاثة فالصور فالي هو أربعة فراح يقرأ لأي موقع الثنين اثنين مثلاً ينطي رقم خمسة ينطي رقم خمسة أوكي قرأ يرجع زيد الجي ما طول تسلح تسلح ثلاثة هل الاثلاثة أصغر من الأربعة نعم ثلاثة أصغر من الأربعة رح يقرأ قيمة يكون يقرأ مثلاً. أوكي؟ يرجع إزايد جاي. إشكال صارت جاي؟ أربعة. هل الأربعة أصغر من الأربعة؟ false. يرجع على اللوب الخارجي. اللي هو ال-I. الحلقة الخارجية. إزايدها. إشكال صارت؟ ثلاثة. هل ثلاثة. أصغر من الأسوان. تكدي الأسوان ثلاثة. ثلاثة أصغر من ثلاثة. لا. إذن false. ما طول الحلقة الخارجية صارت false. سيخرج من هذا ال-nested loop. يعني اللوب المتداخل. وتنتهي عملية القرارة. أهم الشيء تفتهمه. إنه الآية قيمة واحدة. الجاي يكمل كل اللوب مالته. يالله ترجع قيمة الآية تزدار مرة أخرى. اللي هي الحلقة الخارجية. يعني الحلقة الداخلية تكمل تماما تنفيذها. يالله يزيد العداد بالنسبة للحلقة الخارجية. هاي أهم شيء تفهموا. ولذلك أنا تعمقت وكتبت. سويت لي تريسي بهذا الشكل هذا. حتى يصير بالنسبة لكم واضح. أهم شيء تفهمون طريقة تنفيذ ال-nested loop. كل شيء مهم. جيد. شلون راح أطبع؟ شلون راح أطبع المصوفة 2-dimation. حتى نطبعها أيضا راح نحتاج 2-loops. يعني loop حلقة للصفوف وحلقة للأعمدة. فرح نبدأ 4-integer. أيضا ال-i يساوي صفر طبعا لي صفر لأنه أي إندكس يبدو عندي بالصفر. 4-integer ال-i يساوي صفر فعلا زي ما قوضة. ال-i أصغر من ال-s1. هنا ما يصير أي دوت ال-link. أبدا في هذه ال-2-dimation. ما يفيدي بالصفوف الأعمدة. لأنه راح ينطيني حجم المصوفة اللي هو 3-4-12. فما راح يفيدني. i-i plus plus. أوكي راح أحتاج بقين هنا. و بعدها راح أكتب اللوب الداخلية. 4-integer ال-j يساوي صفر. ال-j أصغر من ال-s2 فارزة منقوطة. ال-j plus plus. سد القوس. راح أحتاج. ال-consul.right. ليش دوت ال-right طلاب وليس ال-right line؟ لأنه أنا أحتاج ينطبع العنصر الأول ثم بصف العنصر الثاني وبصف العنصر الثالث وبعدها العنصر الرابع يالله ينزل سطر. فمعنات هي الصف يعني طول ما أنا بالصف صفر تكمل الأعمدة كل هي يالله ينجي جملة واحدة رائت لاين. فرح أكتب console.right.right. ال-a للموقع i فارزة j. هاي راح يطبع لي قيمة مصوفة زائد هاله اللي راح أكتبه هسه في سبيل يترك لي مسافة بين عنصر وعنصر. يترك لي هذا. بق slash t هو يترك لي مسافة ثابتة اللي هو الطاب بين عنصر وعنصر حتى تترتب عنج الطبعة. اهزة شاوفكم شنو فرقها بالنسبة لل-output. بعدها راح أحتاج console.rightline.rightline. فارزة مضوطة واسد القوس. إذا قد تشوفون طلاب. هناش راح يسوي. هناش راح يسوي. هناش راح يسوي. هناش راح يسوي. استنتبهون نياية. نفس الشي. راح سوي اتريش واحد. لسهولة. هسه آني ايش قد عندي. هناني جاعة طباعه. الآية قيمته صفر. بده بقين. الآية هالأزال من الأسوان true. يبدي. بقين. فور انتجر الجي. الجي ايضا ينطي صفر. هل الجي أصغر من الأسوان true. يبدي. console.right. ال-right وليس ال-rightline. ال-a للموقع i-j. فال-a للموقع صفر صفر. يطبعها سبعة. هاي الشاشة الطباع عندي. هاي مجرد trace. يطبع السبعة وياها في المسافة ينطي. اليو التاب. هذه الجملة تخلص. لازم اللوب تماما يخلص. يالله ينزل على ال-rightline. إذن. لانه ماكو بقينو انت. بس هاي. هاي فقط الجملة هي تابعة لل-for الثاني. يرجع يزيد العداد. الجي. شقد صارت الجي. واحد. هل الواحد أصغر من الأسوان true. فاش روح يطبع لي console. ما طولي true يطبع لي. console.right. أي للموقع. صفر واحد. صفر واحد. شقد بيه ثلاثة. مع مسافة. اليو التاب. يرجع يزيد العداد. شقد صار العداد. صار اثنين. الي اثنين أصغر من الأسوان true. فيطبع. console.right. ما راح يزيل على right line. الا يخلص اللوب لانه ما كو بقل no end. بس هاي جملة تابعة لل-for. ش راح يطبع. لأي الموقع. صفر اثنين. شكوب صفر اثنين. واحد. مع التاب. يعني النسافة. يرجع يزيد الجي. شقد صارت الجي. هالي ثلاثة أصغر من الأسوان اللي هو أربعة. نعم ثلاثة أصغر من الأربعة. ش راح يطبع لي الأي للموقع. صفر ثلاثة. شنو بصفر ثلاثة عندي؟ الرقم الثنين. هسا يرجع يزيد الجي. شقد صارت الجي أربعة. هالي الأربعة أصغر من الأربعة false. ما طول false راح يخرج من هذا اللوب. شنو هو اللوب بس هالي الجملة تابعة إليه. يروح على console.right line. يعني ينزل سطر فقط. هاي الجملة حتى بنزل لي سطر. يشوف هذا القوس المن يرجع على هاي الفور. يزيد قيمة الآي. راح يصير واحد فينتقل لهذا الصف. ويطبع صفوف. الصفوف الجديدة في المصفوه وهكذا. راح نسوي نروح على شاشة اللغة. نكتب البرنامج وننفذه. نبدي. نبدي. كونست. انتجار. الاس وان. يساوي لي ثلاثة. قلت ليش ثلاثة لأنه حدد لي بالسؤال. ثلاثة في أربعة. والاس تو يساوي أربعة. فارزة ما قطعة. انتجار. مصوفة ثنائية البعد. لازم أحط فارزة. حتى يفهم الكمبيلر هاي ثنائية البعد. اسمها A يساوي لي. الانيوم. انتجار. مصفوفة بحجم S1. فارزة S2. بس بالقوس. فارزة ما قطعة. أبدي حتى أقرأ. تريد. من الاراي. محتاج. نيست. فور. للصفوف الأعندة. فور. انتجار. الآي يساوي صفر. الآي أصغر من الأسوال. فارزة ما قطعة. الآي بلس بلس. و. فور. انتجار. الجي يساوي صفر. الجي أصغر من الأسوال. فارزة ما قطعة. الجي بلس بلس. هاي طبعا عنده أقرأ عن طريقة. أقرأ الصف الأول بعمدة. وهكذا. أقدر أقرأ العمود الأول بصفوفة. بس هي هاي طريقة ترى اللي أكثر متبعة. الآي للموقع. الآي للموقع. الآي جي يساوي. انتجار. 16 أو 23 ما راح تأثر عندي هنا. لباس. للكونسول. الريد. الريد. لا. لا. اوكي. مع القرأة إذا ما صفوفوة حتى أطبعها. to print array. ايضا احتاج نيستدفور. ليش احتاج نيستدفور؟ لأنه صفوفوة عميدة عندي. for. إنتجار الـ i تساوي صفر. الـ i أصغر من الـ s1. فارزة مقوطة الـ i. plus. راح احتاج. الـ begin. وا. احتاج فور العميدة. for. وإنتجار. الـ j. تساوي صفر. الـ j. أصغر من الـ s2. فارزة مقوطة. j. plus. plus. ورح تاج. console.write. حتى تطبع لي الصف كامل بدون بعناصره. write. a. للموقع. i. فارزة. j. أصدها زائد. double quotation. وقص لاش اندي مع T. فارزة مقوطة. يعني top هاي. هاي تطيني مسافة. ما تريدون هاذي. ممكن هاي تستعيضون عنها تسحوها. وتضعون. كده. space. اوكي. على راحتكم. console.write. حتى تنزلي ع السطر الجديدة من المصفة. بعد تكملوا السطر الاول. او الروا الرقم صفر طبعا. والـ end. مال. هذه. بعدها حتى اثبت الشاشة. console.readline. في اس تثبيت الشاشة. هذا هو البرنامج. حجزة الأسوان والأسطول. هي عدد الصفوف وعدد الأعمدة دائما. الـ data type إليها انتجار. لانه اكيد عدد الصفوف وعدد الأعمدة داخل مصفوفة عدد صحيح. هاي الـ data type المصفوفة. اذا هذي ممكن تكون. data type ممكن تكون character. ممكن تكون double. ممكن تكون boolean. ممكن تكون string. حسب نوع البيانات اللي أخزينها في المصفوفة. لكن هاي دائما تكون انتجار. ها ينبهتكم عليها من الone dimension. حتى أقرى المصفوفة. بما انه اثنانية التبعد. أحتاج nested for. for للصفوف و for للعمدة. وحتى أطبعها ايضا احتاج nested for. راح نجي النفذ. راح أبدئ نفذ. راح أبدئ نفذ. أنطي 3 في 4 مناطق 11 قيمة. مثلا 17 الموقع الأول. ثمانية تسعة. إذا تشوفون طلاب هاي المصفوفون تبعد قدامكم شوفوا المسافات. هاي هي المسافة يعني تاب. مسافة ثابتة. 3 ميال حاسبة. بالطباعة العنصر الأول 17. العنصر الثاني 8. 9. 6. كمل الصف الأول بعمدة. انتقل للصف الثاني 3. 10. 2. 5. كمل هذا الصف بعمدة. ينتقل للصف الأخير. 8. 7. 4. 3. إذن 3 في 4 هاي المصفوفة الاندي. بهذه اللي هنا انتهت المحاضرة. كان الهدف منها انه تفهمون بشكل جيد طريقة القراءة والطباعة بالنسبة للمصفوفات ثنائية البعد. بالمحاضرة الجاية إن شاء الله نكمل بقية الـ Operations على المصفوفات ثنائية البعد. شكرا لحسن الأصغر وفي أمان الله. شكرا. شكرا. شكرا.